نروح بقى نشوف الحدث الاقوى كمان النهاردة وخلاص احنا بنتكلم عن ساعات بتفصلنا واختبار زي ما بيتقال عليه كده افريقي جديد من المنتخب السوداني كمان عفوا مع المنتخب السوداني كمان في اللقاء اعتقد الناس كلها عارفة ان هو مش هيقبل الاسم على اتنين محدش بقى يجي يتكلم معلش هنا ويقول هي مباراة مضمونة هي مباراة سهلة احنا يعني واضح جدا ان احنا هنكون مع نسخة اثنائية زي ما حضراتكم عارفين لكن فكرة التقليل عمرنا ما بنعملها عمرنا ما بنقلل اكيد من اي منافس مهما كان وشفنا ده قبل كده ما فيش حاجة مضمونة يعني شفتوا حضراتكم بارح برضو السنغال لو هنتكلم بقى نجومها كاملين يعني مانيه وغيره تعاملوا ازاي مع ملاوي ولو كان كمان في شوية حظ اعتقد مع ملاوي كان ممكن ان هي تتيح بالسنغال نتكلم ان السنغال ده اقوى فريق في القارة وقبلها الجزائر اللي كانت صدمة لنا جميعا يعني او حديث العالم يعني مع سيراليون واخسارتها كمان من غينيا الاستوائية يعني الكل بيتكلم في فكرة تانا التراجع كمان الرهيب في نتائج الفريق الجزائري المليان النجوم بصراحة وده برضو عليه علامات استفاهم غريبة جدا ورغم كده احنا برضو يعني بنقول لو الجزائر كذبت طيب قدفار بكرة حتنطلق بقى بالقوة في البطولة وحنشوف ادوار مثلا تالية واداء مختلف عشان كده نرجع ونقول تاني احنا عايزين يعني ما نفوتش اي فرصة عايزين ان شاء الله كده فوز عظيم احنا اكتر منتخب يا جماعة حقق اللقب عندنا مجموعة لعابين محترمة ممتازين يعني اهمهم طبعا لو هنتكلم كلهم مهمين بس طبعا عندنا اسم كبير جدا عالمي محمد صلاح يعني فعلى كل حال مش عايزين نستهتر بالسودان عايزين يعني نكون مركزين جدا وان شاء الله ده اللي هيحصل وان شاء الله كمان احنا يعني نكسب لان زي ما حضراتكم عارفين برضو والموضوع بمنتهى البساطة لو سودان يعني كذبت طيب عندها فرصة ان هي تكسب وتتأهل فاحنا اكيد اكيد لو احنا هنتكلم على منتخبنا احنا مش عايزين ده